أعلن الفنان المصري هاني شاكر اعتزاله العمل العام مؤكدا إنه لن يهن نفسه مجددا لافتا إلى إنه تعرض لإهانات لا تليج بتاريخه ومكانته الفنية وقال هاني شاكر النقيب الموسيقيين السابق خلال مدخلة هاتفية ببرنامج حضرة المتهم إن العمل العام في مصر صعب صعب جدا وأكد للأسف الذين يحاربون العمل العام في مصر كثيرون لأن المصالح كثيرة حتى الإعلام لو مجرد إنه عايز يعمل خبر ترند أو يلفت النظر فمش مهم إنه ياخد هاني شاكر في الرجلين مستنكرا ماينفعش يتقال فلن يستهزق بهاني شاكر أو يهينه إش طرف كده وأضاف أنا جاي على كرس النقابة قناقيب عشان أخدم زملائي وإخوتي في الجمعية العمومية ولا علشان أهين نفسي وتاريخي وللأسف لم أجد من يقب بجانبي أو يستنكر ده ولن أعود للعمل العام مرة أخرى وتابع الفنان هاني شاكر لن أعود للعمل العام مرة أخرى وراضي جدا الحمد لله عن كل ما قدمته أنا ومجلس الإدارة المحترم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة